اهلا وسعلا فيكم في حلقة جدي من سلمي مدريد اللي بتجيكم مني انا محمد عوال بالتعاون مع الشركاء انا مجموعة ارام فور ارب في تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد مباراة ريال مدريد اللي مع هواسكا المباراة اللي جاءت معقدة ربما اكثر من متصور لما نشوف ترتيب الضيف ونعرف المباراة في البرنابية وضد ريال مدريد بس خليني احكي باختصار في بداية هذا الموضوع المباراة واعتقد كل مباراة تقريبا لريال مدريد لنهاية الموسم حيكون طبيعها اقرب للودي اليوم طبيعها طبيعة ودي الجمهور وعدم اكتماله بيعكس بعدم اكتراثه بيعكس اللاعبين بعضهم خصوصا المتعودين دائما يكونوا بتنافس كبير زي راموس مارسيلو بنزيمة تحسش يعني نفس الروح نفسها بغض النظرهم رجعوا الفريق وضغطوا وفعزوا بالنهاية بس بتحسش هذا الشي الفريق هم بلعب بشكل فردي اكثر الجميع بديوري شو عنده اكثر وهم بديوروا كمجموعة شو عندهم تشكيل تريال مدريد اللي بدأ فيها اللقاء بتأكد انه الهدف الرئيسي من تعيين زيدان قبل نهاية الموسم كان انه يرجع ويقف على مستوى اللاعبين فردا فردا عشان التقييم اللي بده يصير بالصيف شونا بيدفع بعدد كبير من اللاعبين لاجداد براهيم دياز بيلعب بيخط الهجوم شونا خط وسط تقريبا كامل جديد معا لانه عودة اسكو لانه اسكو مارسيلو بيلعبه مرة تانية محاولة انه ارسال هدوء وايضا منح فرصة حتى ابن زيدان بيكون حارس مرمى كذلك في عملية دفع واعطاء فرص لمعظم اللاعبين عشان زيدان يوقف على مستواهم جميعا عشان يكون الحكم بالصيف حكم قائم على نظرته وقربه من اللاعبين مش على نظرة واحد كان خلف الشاشة طبعا من شباب الاجواء اللي حكيت لكم عليها شبيل ودي مش هدخل كتير تفاصيل المباراة لكن في شوية امور هعلق عليها الهدف اللي تلقى ريا المدريد هو الهدف الاول والثاني ما لهم مش علاقة بانه الحارس ابن زيدان الهدف الاول تقريبا مستحيل حارس يصده بهذا الموقف هذه خطأ دفاعي مش خطأ حراس مرمى لعن مرتاح برسل صاروخية وايضا حق زيدان سواء كان ابنه او مش ابنه حق الحارس الثالث على الفريق انه يعطوه فرص لما تكون مباراة مش مهمة لما تكون مالهاش حسابات عشان يسوق نفسه على الاقل ممكن يلعب حارس اول بفريق ثاني في الدور الاسباي وبالتالي هذا الشيء الطبيعي اللي يصار معه رد دفاع الريال مدريد بعد الهدف جيدة داينه الفريق في روح انبثت من جديد معاودة زيدان هجوميا لكن دفاعيا كان في مشكلة كبيرة طوال اللقاء المشكلة مش كانت مستوى ناتشو ولا راموس ولا اودرازولا ولا مين مكان كان المشكلة انه خط الوادي هجوم دماما مش موجود دفاعيا خط الوسط ما بيتمركز وما بياخد مساحاته الطبيعية بحيث انه يساعد للدفاع انتشار عشوائي وبالتالي كان دائما فريق زي هولس كاميرا اضعف فرق الدور الاسباني سهل جدا يوصل الكرة منطقة جزاء ريال مدريد وهذا الشيء ما برمقص من دون لوريانتي كخط وسط متأخر اليوم قطع كمية كرات كبيرة افتك كمية كرات كبيرة ولكن لما تكون منظومة كرة سيئة ما في لاعب بيقدر يغطع الجميع وكان المتوقع انه زيدان حيلعب بيل اكثر واكثر عشان يسوقه لكن اللاعب عم بيظهر نوع من السلبية المبالغ فيها نوع اقرب لعدم الاحترافية عرضية جميلة اعطى بيزيمة فيها كرة بتنحسب له بس ما دون ذلك في نوع من التسرع في نوع من تعقيد الامور عن نفسه في نوع من اصرار على لعب دور اكبر منه وما بعرف اللاعب عقله مش في الملعب اللاعب اكيد اكيد عقله مش في الملعب اللاعب مستحيل تتخيل ان بيكمل الموسم الجاي يعني صعب صعب جدا ما بيصير يعني اللاعب مش بدي حكيلكم انا بيل بحبه صراحة بس بيل مش مرتاح ما بده يعني مش بيل اسلوبه اللي بحاول يتعامل فيه مش اسلوب لاعب بمستوى بيل اللي بنيعرفه يعني فجأة بدي ينطلق ويرمي كرة ويركض في شي خطأ فيه في شي خطأ بتركيزه في نوع من تمشاية الامور ريال الخلصون يبدأ لعب وخلص. طبعا بالمقابل كريم من زي ما سجل صحيح لكن اضاع مقابلها بفرص. نرجع نحكي. بده يضل عشان ادواره التكتكية وهالامور تمام. بس هده الشي طبعا ما ابدا ما بيقفر انك ضيع الفردان. لكن بكل الاحوال ريال ما نريد. محتاج لعب اخر في انت صيف يجيب اهداف. سواء كان جناح او مهاجم. محتاج لعب يجيب اهداف. لانه بتزي ما بغيب. بغيب ست سبع مباريات. بعدين برجع يجيب لك قوال. هذول ست سبع مباريات من يجيب فيهم اهداف. بده يكون عندك لاعب يغطي هذه الغيابات. ولحلو اجمل وجوه اللقاء اليوم. مبرهيم دياز. اللاعب اللي اخد فرصة. شفنا على الكرة. فيه جودة واضحة. استلام. تسليم. تمركز. لاعب شايف. ملعب كويس جدا. بتحرك بشكل كويس جدا. طبعا لازم يلعب اكتر عشان نعرف فعليا لوين بروح مستوى. بس بشكل عام. شيء مباشر. الخاملة موجودة. المهم يتطور وينحط عليه ضغوطات اكثر. ادريزول لا ايضا اليوم قدم مباراة مهمة اظهر فيها قوة كبيرة بالسرعة. قدرة كبيرة اضرب خطوط دفاع. ايضا هذا اللاعب بستاهل فرصة اكثر لنهاية الموسم. وانا بحظر المباراة وبشوف تقلباتها. نفس اللاعب بكون سيء ربع ساعة كويس ربع ساعة. اسكو غيره. كلهم بتحس فيه تقلب. خطر بباني الشغلة. جمهور يعني جمهور ما بيرحم على المباراة. مباراة واحدة غلط تخسرها. الجمهور ما حيرحمك لو كنت كريستيانو رونالدو. فقط ربباني الجيل الجديد هذا اللاعب بيطلع من زي الجيل القديم. الجيل الجديد تاع اللاعبين شوي يعني خلينا اسميه مزاجي. في عنده مزاجية كبيرة. لما يكون واحد عمره 18 سنة ومليونير. ما بتتوقع انه داخل يموت كل مباراة. يعني بالاخير مزاجي. هذه المزاجية خطيرة جدا لما تيجي تمثل يعني مدري. يعني ما بصير تلعب مباراة كويسة مباراة. لا. ثاني يوم الصحافة هتقتلك. ثاني يوم الجمهور هيقتلك. فبالتالي اعتقد اكبر تحدي عند ريال مدريد يدور على خلاصة الشباب اللي عم بيطلعوا هلا. اللي فعلا معظمهم مش مستقري المستوى. يعني معظمهم الفور ما عندهم طالع نازلة طالع نازلة بشكل مش طبيعي. انه يدور على ناس يكون عندهم اقرب ما يمكن لاستقرار المستوى. انا اشوف يعني كل الجيل اللي جديد اللي عم بيطلع اعتقد هذه. اهفة عنده جميع. نصل هنا نهاية حلقة المختصرة من سيلبي مدريد. كنت معكم انا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر انستجرام مضروري جدا. نتابعوا لي في قناة سيلبي سبورت على يوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.